موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم من اللغة الفرنسية ونستكمن إن شاء الله مع حرفين أنهم يكتبان وينطقان مثل ثلاثة حرف كما نرون عندنا تنطق مثل والجميع ينطق مثل إذن هذه تنطق وهذه تنطق يعني مثل حرف إذن عندنا بعض الكلمات تكتب في آخر أو حتى في وسط أو في أولية تكتب بآئي هناك الكثير من الكلمات في طبع هذا الحال أنها تنتهي بآئي إذن وتنطق أو وسنرى طبع هذا الحال بعض الأمثلة عندنا لوبو يعني الجميل طبع هذا الحال في المؤنث نقول بال إذن بنسبة المذكر نقول بو إذن لوبو شفال إذن لوبو شفال يعني الحصان الجميل صوت صوت إذن لغرب صوتي تتضمن آئي عندنا آوائي نطقة كأو التي نعرف إذن صوت إذن لوبو إذن أيضا آئي نطقة مثل أو إذن عندنا لوبو شفال يعني الحصان الجميل صوت صوت يعني أنه ينت أنه يقفز إذن عندنا لوبو تتضمن أ آئي وعندنا صوت لوبرب صوتي كما قلنا أنه يتضمن آئي إذن ولا سلوبو شفال كصوت إذن الحصان الجميل الذي يقفز بعض العبارات التي نجدها طبعا الحال ونصادفها والتي تتضمن فعل صوت إذن كمان صوت بلي هو كمان صوت بلي هو يعني كيف تقفز عاليا كمان كيف صوت تقفز طبعا الحال تقفز أو كيف القفز إذن كما قلنا فيما سابق أن هذه الأفعال تأتي ألاف نتيف يعني في صيغة الأولى بدون صرف وتستعمل كمصدر مقارنة مع ما نعرفه في اللغة العربية إذن كمان صوت يعني كيف القفز بلي هو يعني عاليا إذن عندنا لفرب صوت يكتب س آ ا وأيضا أحيانا نجد بعد الأسماء مثلا كورد آ صوت يعني هذه سلا كورد آ صوت يعني حبل ليل قفز كورد آ صوت إذن س آ ا ساو 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 ساوتي إذن سالاكورد آ ساوتي إذن اللغرب صوت كما رأينا يصرف بذي الشكل فالبخزن جا صوت تي صوت إيل آل آن صوت نصوت وصوت إيل صوت آل صوت يعني هم يقفزون الآن فالبخزن إذن عندنا بعض الأحرف عندنا ط بو بو ينطى قريب نفس الشكل رغم أن الكتابة فيها بعد تغيير بو بو ط بو بو قو بو بو مو ف ف ك ص ص إذن آل بو شو فال إيل صوت بغافو يعني إيه الحصان الجميل إيل صوت يعني هو يقفز بغافو يعني تشجيع يعني أنه قفز غلبو شو فال إيل صوت بغافو صلى غرب صوت إذن عندنا هاد الأحرف كما نرى عندنا أعين تنطق آن بان بان لان غان طان تخان بخان بخان إذن وعندنا أعين تقرأ آن تنطق آن إذن عندنا آن آن بان بان لان غان تن تخان بخان بخان عندنا آئي تنطق آن بو 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 لك رو تق ترن بخان عندنا آن 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 عندنا هنا لان ران تان لان ران تان لو رو توب مرة أخرى عندنا تنتق تقريبا مطلق أو إذا عندنا هذا الأحرف تنتق أو أو او او طبعا الحل اي انها ممكن نجدها في اول او وسط او اخر الكلمة هاد او غالبا نجدها في اخر الكثير من الكلمات بل اكتر من ذلك عندنا كلمة هكذا تكتب اسمها او مثلا او دوس كما نره هنا او دوس او صالي هكذا تكتب او دوس الماء العدب او صالي والماء المالح هكذا متعلق بالبحار اذا تقولوا لنا 3% بالوضع او دوس 3% بالوضع او دوس يعني 3% من الماء على الكوكب او دوس او دوس او ماء دوس او دوس 3% من الماء الموجود في الكوكب هو ماء عدب يعني بأن الموجود الذي يسير على الكوكب كماء عدب إذن هو في حدود 3% بسبب التجمد، بسبب التلوج، بسبب التلج، بسبب البرودة بسبب البرودة المتعلق بالكوكب في الحالة السائلة بسبب البرودة فقط 0.4% المتعلق بالكوكب في حالة سائلة الماء العدب إذن عندما تحدثنا عن الماء العدب الموجود في الكوكب يعني كوكب الأرض وقلنا بأنه محدد في 3% إذن هذا الماء هو أدوس ولكن هذا الماء المحدد في 3% ليس كله صالح للشرب أن الماء الصالح للشرب هو أقل من هذه النسبة وهو المقصود هنا إذن أدوس نوفا با دير توجوغ أو بوطابل أو كونتخير دير توجوغ أو بوطابل يعني أن الماء العدب ليس دائما أو لا يعني لا يساوي بأن هذا الماء هو يعني أنه دائما هو ماء صالح للشرب إذن الذي يهمنا هنا هو كلمة أقل التي تجمع الأحرف الثلاثة التي رأينا إذن أنصو أنصو يعني قفزة تجي من فعل صوتي أنصو إذن صوتي كما نرى هنا ستانصو هذه قفزة إذن ستانصو لن شوال إذن هي قفزة حصان أو كلكا كصوت إذن ستانصو دين بيرسون يعني هي قفزة شخص أو مثلا يمكن أن نتكلم عن أنصو بارشوت إذن صو أنصو يعني رميق أو ارتماعق عبر المضلة أبدا هل علينا معرفة بأن هناك كلمة أخرى تنطق بنفس الشكل لكن كتابة متغيرة كما نرى هنا يعني هذه سو أيضا تنطق مثل الصو التي رأينا قبل قليل ولكن تلك الصو التي رأينا والتي تعني قفزة أنها تحتوي مكان أو ماذا تحتوي آئي سو ولكن ما الذي عندنا هنا عندنا سو أفك أو وليس أفك آئي إذن هذا السو أفك أو تعني أبله أو تعني أحمق طب هل عندما نتكلم عن شخص بأنه سو يعني أننا نتكلم عنه بأنه أحمق أو عندما نتكلم عن أنتق نقول عنها بأنها حمق إذن نقول عنها صوت صوت كما نرونه صوت إذن فقط التفريق بين الكلمتين إذن صو أفزة والصو تعني أحمق إذن كما نرونه آن سيغي آن صو دوباج طب هات الحال فالتخيطمو دوب تكست وورد يعني هناك يعني برنامج يعرفوا طب هات الحال الأشخاص الذين يكتبون على لا الحاسوب هناك برنامج يسمى الورد يعني كأننا نتكلم عن الكلمة باللينجليزية الكلمة إذن هو اسمه الورد إذن هات تخيط موندو تكست يعني تخيط موندو تكست يعني معالجة النصوص تجعله في نعصاقين ثم أنك أنك تخليه من الأخطاء إلى آخره إذن هذا يسمى تخيط موندو تكست إذن ممكن أننا نتكلم عن آن سيري آن سو دوباج كيف تدخل آن سيري يعني أنك تدخل آن سيري أنك تدخل شيئا واسعة مجموعة أشياء إذن نستعمل هنا فعل آن سيري آن سيري آن سو دوباج يعني أنك تدخل ماذا؟ قفزة صفحة أو أنك ستتجاهل صفحة هذا هو المقصود ممكن الأستاذ يقول للتلاميذ سورتي لاباج 29 يعني اقفزوا على الصفحة 29 يعني عليكم أن تأتوا للصفحة التي بعدها إذن هنا نتكلم عن سورتي يأتي أحيانا بهذا المعنى أنها متجاوزة إذن عندنا لباطق لباطق إذن هذه كلمات باطق تتضمن آئي كما قلنا فيما سبق إذن سي لباطق إذن كلمة لباطق تتضمن آئي وتنطق أو عندنا إن أوتق 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 بالحال تعني أوتوموبيل ولا سيتون أوتق سيتون أوتق يعني سيارة أحيانا نستعمل هذه كلمات أوتو في الكثير من الكلمات مثلا أوتو ديسا أوتو ديسا يعني رسم السيارات أو أوتو ديسا ولكن عندها معنى آخر أوتو يعني كلمة أوتو تعني ديتي إذن هذه كلمات أوتو إذن هذه أوتو ممكن أننا نجدها في استعمالات أخرى مع كلمات أخرى مثلا أوتو أونتوبخنور فمثلا إذا كانت السيارة والمقصود بها هو أوتو هذا أوتو المقصود بها هو أوتوموبيل يعني اختصارا المقصود بأوتو موبيل بطبعة الحال كاسم أولي هو أننا نتكلم عن شيئين موبيل موبيل يعني متحرك ولكن داتيا يعني أوتو موبيل أننا نتكلم عن شيئين متحرك داتيا هذا الشيء بطبعة الحال والمتعارف عليه هو السيارة إذن أوتو موبيل الكلمة من حيث الترجمة المقصود بها هو شيئون متحرك داتيا إذن طبعة الحال أصبح المتعارف عليه هو أنها سيارة طبعة الحال هذا أوتو إذن ومن تم فهذا لا يمنع بأننا نجد كلمة أوتو في أسماء أخرى مثلا أوتو أنتوبخنور أوتو أنتوبخنور مثلا كما هنا يعني المقاول الذاتي مقاول الذاتي إذن أوتو يعني ذاتي أنتوبخنور يعني مقاول يعني صاحب مقاولة إذن هذه كلمة أوتو أننا نجدها بطبعة الحال في الكلمات كثيرة إن فوت يعني خطأ إن فوت خطأ بطبعة الحال باللغة العربية مذكر ولكن في اللغة الفرنسية إن فوت يعني مؤنتة خطأ similarly لفوت دورطغراث يعني حطأ اللغة لإ overwhelming لفوت دورطغراث highlighting لمن هو الخطأ اكي لفوت اذا هنا سؤال وهناك مؤلف بهذا العنوان ايضا اكي لفوت يعني لمن الخطأ كمان ايفيتي لزرر ايكوناميك كمان ايفيتي لزرر ايكوناميك يعني كيف كيف تجنب احنا بطبع الحال تجنب ايفيتي انك تتجنب شيئا كما نرى هذا فعل ولكن كما قلنا فيما سبق بان الافعال في اللغة الفرنسية في صغتها الاصلية ان تأتي كمسادر مقارنة باللغة العربية اذا كمان ايفيتي يعني كيف تجنب لزرر يعني الاخطاء طب هل عندنا لفوت وعندنا لزرر ايكوناميك يعني الاخطاء ايكوناميك يعني اقتصادية يعني كيف تتجنب الاخطاء الاقتصادية بطبع الحال هناك فرق بين فوت وبين اغرر اغرر يكون خطأ بسيط فوت يكون اكبر منه مثلا عندنا هنا فوت انكسكيزابل فوت انكسكيزابل يعني انه خطأ غير مسموح به انكسكيزابل لا يمكن التسامح فيه لا يمكن التسامح فيه اذا فوت انكسكيزابل أنها مسبوقة بإن. طبعا هذا الأحرف أنها تأتي في بعض الكلمات في أول يار لتدل على عكس الكلمة. إذن فوت إنيكسكيزابل يعني خطأ لا يمكن التسامح فيه. أيضا ممكن نتكلم عن لسانسي. آن سالاري بور فوت غراف. لسانسي يعني أنك تسرح. تسرح ماذا؟ آن سالاري يعني مستخدم. يعني أنك آن سالاري يعني أنك تسرح عاملا. يعني أنك تطرده من المعمل. هذا هو المقصود. بور فوت غراف. لخطأين جاسيم. بور فوت غراف. إذن هذه بعض العبارات التي نرى هنا. والتي تتضمن كلمة فوت مثلا. بعضهم يطرح مقارنة كما نرى هناك. إني إذن خطأ صغير. ندفع. لا يصبح. إذن خطأ أكبر. كسي اون رفز إلا إذا رفضناك. دو لا كوريجي. من تصحيحيها. من تصحيحيها. لو كانت هاد مذكرة. لقد قلنا. كسيان رفز. دو لا كوريجي. سنستعمل مكان لك. سنستعمل ماذا؟ ل. سنستعمل ل. ولكن الذي عندنا هنا. إذا نتكلم عن مؤنة. لذلك استعملنا هنا لك. إذن إن إررر يعني الخطأ البسيط تيسمى. الخطأ البسيط تيسمى إررر كما قلنا. ندفع. لا يصبح. طيب هذا الحال كأننا نقول ندفع. مقاب. إل فوت. هذا هو المقصود. ندفع. إذن ندفع. إذا ندفع. إليان إل فوت. إل فادي. إل فادي. إل فادي. إل فادي. إل فادي. إل فادي. إلumbledore. إل خطأ anos pancakes. أيضا إل خطأ.- إل صحيحا. أيضاHy대 فادي. إل صحيحا. إل فادي. إل صحيحا انا خطأs بعقد Oke. تجيب من فعل sanction يعني عقبة إذن يعني خطأ يعني خطأ عقوبة طبعة الحالة الكلمتين المختصرتين بهذا الشكل يعني يعني بأن لكل خطأ عقوبة هذا هو المقصود هنا إذن ممكن أننا نجد عبارات بهذا الشكل عندنا هنا هذا الحوار يعني بكل تفكير يعني أنني فكرت كثيرا هذا هو المقصود هنا يعني بكل التفكير بكل تفكير أنا أظن يعني في يعني فكرة المقصود أنني أظن je pense que c'est بأنه que c'est بأنه la faute de l'informatique بأنه خطأ من de l'informatique يعني خطأ الإعلاميات يعني هذا الشخص مثلا أنه ارتكب خطأ وقال لمديره مثلا أنني فكرت كثيرا فوجدت وظننت وظننت بأن الخطأ هو من المعلوميات يعني من النظام المشغل إن ستتبير إذن توبي رفليشي je pense que c'est la faute de l'informatique ماذا قال له مديره je dirais même plus يعني أنني أقول أكثر من هذا je dirais même plus يعني أنني أقول أكثر من هذا c'est la faute إنه خطأ à l'ordinateur يعني بأنه خطأ الحاسوب بأنه خطأ الحاسوب وليس فقط خطأ البرنامج المشغل الذي كنت تعمل عليه إذن je dirais même plus que c'est la faute à l'ordinateur الذي يهم هنا الذي يهم هنا في الجملتين بأن كلمة faute وموقعها في هذا الحوار أيضا لاحظ هناك هناك مقصود آخر بهذا المعنى عندما نتكلم عن faute طبعا الحال بصفة عامة أنها يقصد بها الخطأ ولكن أحيانا أنها تعني النقص أو تعني عدم وجود شيء يعني أنها تعني الخاص faute دوب بوم يعني كما لو ترجمناها حرفيا يعني خاط التفاح كنتنت توق دون كاروت يعني عليك أن تفرح بكاروت يعني عليك أن تفرح بالجزر يعني بحبة جزر إذن فوت دوب بمقصود آخر بمعنى آخر فوت دوب يعني عند غياب التفاح عند غياب التفاح فوت دوب فوت دوب عند غياب تفاح كنتنت تو صلاف رب كنتنت نقول عن شخص يعني أنه فريح إذن كنتنت تو يعني هنا أمر كنتنت تو يعني إفرح أنت دين كاروت يعني بجزر إذن فوت دوب بمعنى عندما لا تجد تفاح هذا هو المقصود هنا إفرح بالجزر يعني إفرح بالقليل عندما لا تجد الكثير إفرح بالقليل هنا كلمة فوت كما نرى ليس المقصود بها هو الخاطأ وكأنه خاطأ إن صحة التعبير يعني خاطأ عدم موجود تفاح يعني المقصود به خصاص إذن غياب يعني جمع يعني في غياب التفاح بالمرق في غياب التفاح فوت دوبام يعني في غياب التفاح ولا نقول هنا في غياب تفاح حق كنتنت تو دين كاروت هنا كاروت يعني بحب جزار إذن يعني المقصود بسيفة عام إذن لم تجد الكاتير ففرح بالقليل une épaule une épaule يعني كاتف une épaule voilà c'est une épaule طبعا تحلم النتا une une épaule le chapeau le chapeau P-E-A-U إذن E-A-U كما قلنا تقرأ أق إذن voilà 70 chapeau le cote يعني سكين le cote le tablo إذن ينتهي أيضا بنفس الأحرف E-A-U لطبعا يعني سبورا لطبعا لطبعا إسم مدكر لطبعا لطبعا إذن كما فلو العربية ميكي أسوتي سور يعني أن ميكي قفز فوق ميكي سور سور لطبعا إذن ميكي قفز فوق المائدة بابا آشتي يعني الأب اشترق سور أشتي وفي الماضي إذن بابا آشتي بابا آشتي إن بال أوتو سي تدير إن بال أوتوموبيل يعني أنه اشترق سيارة جميلة هنا ليس عندنا إن بال ولكن عندنا نوفال جديدة إذن بال يعني جميلة نوفال يعني جديدة إذن أوتوموبيل مقصود بها طبق الحال وواتير أوتوموبيل أو وواتير نفس شي إذن بابا آشتي إن بال أوتو يعني أنه اشترق سيارة جميلة ولا ستون بوتيت أوتو ستون بوتيت أوتو أحيانا نجيد كلمة أوتو كما قلنا فيما سابق مثلا أوتو أكل يعني سيارة تعليم كما نرى أوتو أكل ستعملت هاد لدوزو كعجالات للرسم إذن أوتو أكل منزل الإشارات التي تدرس إذن أوتو أكل إذن استعملنا لوفرب أشتي في الباسي كومبوزي إذن استعملنا لوفرب أشتي في الباسي كومبوزي قلنا استعملنا هذا الشكل من الفعل إذن استعملنا الضمير الثالث من المفرد نقول عامة جيه هت يعني أنا اشتريت تيه هت أنت اشتريت إلا هت هو اشترق نو زافون هت يعني نحن اشترينا مثلا يعني نحن اشترينا سيارة جميلة أو زافي اشتري يعني أنتم اشتريتم في الماضي نحن اشتري ممكن أننا نضيف إذن هذا في الاشتري البرم اشتري في الباسي كمبوزي ولكن في البريزومة دانا قول جاشت جاشت لحيد أكسون جاشت تياشت تياشت يعني أنت تيشتري الآن الاشت يعني هي تشتري الآن أو إل اشت يعني هو يشتري الآن نو زاجت إذن هاد أ حوديفة أكسون غراف التي كان تفوقها نو زاجت وزاجت إل زاجت يعني هم يشترون الآن إلز عشت هم يشترون الآن إذن جاشت تياشت إلاشت نو زاجت وزاجت إلز إذن بطباد الحال تغير هاد أكسون وهو فقط للكلام حتى إذا أردنا أن نقول مثلا هناك نوزاشتون يعني أن تأتي تقيلة لذلك نقول نوزاشتون أما في الامبراتيف وسنرى بعضه الامبراتيف يعني الأمر إذن أننا نأتي بهد ت ولكن بدون أس أشتري يعني إشتري أنك تأمر شخصا بشريء أشتري أشتون فنشتري نحن علينا أن نشتري أشت يعني أنتم عليكم أن تشترو إشترو أشت يعني إشترو إذن كما قلنا زاشت ياشت إلاشت نوزاشتون وزاشت إلزاشت يعني هم يشترو الآن أما في الباسي والذي رأيناه في البداية جملة أخرى يعني في الطريق يعني في الطريق على الطريق وأنت سائر في الطريق نغول با لا تسير بالسيارة على أي هيئة نغول با أغوش لا تسير بالسيارة على الجانب الأيصر إذن دان لا تسير بالسيارة نغول با أغوش تابعة الحال فعل غولي تابعة الحال ممكن أنه يصادفك في عبارات أخرى مثلا كال فواتور دو بغيتو غولي يعني أي سيارة عليك أن تسوق إذن يأتي بمعنى السياقة إذن كال فواتور دو بغيتو غولي إذن أي سيارة عليك أن تسوق إذن كومانس لتس يعني هناك موقع يطرع عليك أسئلة مثلا وعند إجابتك على الكثير من الأسئلة في عبارات الحال في آخر المعطف يقول لك هذه السيارة التي عليك أن تسوقها إذن تبقى أمور لا يمكن تأكد منها الذي يهمنا فيها هو كال فواتور دو بغيتو غولي أو مثلا غولي أوبا لاحظ هنا غولي أوبا يعني سوق يعني سوق سياراتكم أوبا طب هذا الحال تنعرف بأن أوبا هو الخطوة إذن أوبا عليكم أن تسوق في حدود الخطوات التي يصير على الإنسان إن صح التبير يعني عليكم أن تسير بمهل دول مقصود هنا غولي غولي أوبا يعني عليكم أن تسوق بمهل أيضا غولي أوبا نفس العبارة تتردد إذن غولي أوبا أطنسيون أطفال يعني حداري الأطفال أو مثلا دانجي أطنسيون يعني خطار أطفال غولي أوبا يعني سيروا ببطء يعني سيروا كأنكم تسيروا في خطوات هناك كلمة غولي أو فرب غولي ممكن أننا نجده بذلك الشكل يعني أننا نربح ولكن بكل الحركات هذا هو المقصود ما علينا إلا أن نقوم بالحركات توق أغولي آنغان يعني الناس تربح نحن نربح المعنيون يربحون طب الحال توق أغولي يعني فقط بالحركة يعني فقط عليك أن تتحرك هذا هو المقصود هنا توق أغولي طب الحال المقصود هنا هي عبارة عامة ولكن مع الصورة تتضح مع الصورة طب الحال يتضح المعنى أنه للإنسان أن يتحرك في الصباق الماء مثلا خاص بالدراجات. ايضا نجد هدفها الغولي بهذا المعنى ايضا. غولي جونيس. يعني يا شباب تحركوا. غولي. يعني كأنك تجعل منهم كالسيارة. انك تطلق منهم ان ان يسيروا. غولي جونيس. اذا عندنا الفيرب غولي ان تخلقوا هذا الدوران. تدهور مثلا تقافية وتنشيط لتنشيط وتدهور ما. اذا انيماسيون يعني تنشيط بروبوزي يعني مقترح بهاد الجهة. الكريزاليد. اذا الكريزاليد هي الجهة التي ستنظيم هذا النشاط. اذا انيماسيون بروبوزي بهاد الجهة التي نرى اسمها هنا. اذا هذا ملصق كما نرى غولي جونيس. هذا هو الذي يهم هنا هنا. فعل غولي. انه يأتي بهذا المعنق. اذا هذا في الواقع كما نرى. يعني ممكن ان نجدها هاد العبارات. غولي جونيس. يعني تحركوا يا شباب. غولي. اذا هنا تأمرهم بهذا الفعل. ايضا هذا الفعل ممكن انه يأتي بهذا المعنق. كيف تدير تستدير مدى. لاجينواز. هذا لاجينواز نوع من الحلوى. اذا هنا كما يعني كيف غولي. كيف استدارت. انسح التعبير. اذا كما غولي لاجينواز. يعني كيف تدير او تجعل شيئا مدورة. ما هو هذا الشيء لاجينواز. هاته الانواع من الحلوى ايضا. الحلوية تسمى جينواز. هذي ايضا تسمى جينواز. اذا كيف تدير هاد جينواز. ايضا هاد العبارة بطبيعة الحال القادمة. غولي كلكا ضو لفاغين. يعني كيف تجعل شخصا كيف تدير شخصا في الدقيق. طبيعة الحال في القرن 19. يعني كان الممثلون المسرحيون لا يجدون غير الدقيق. لكي يجعلوه على وجوههم. كما يعمل طبيعة الحال المسرحيون اليوم. على وجوههم طبيعة الحال صفارة الى اخره. فكانوا يستعملون مدى. كانوا يستعملون الدقيق. اذا هذا الدقيق كان يستعمل قديما لتغيير ملامح الاشخاص. ولكي يقوموا بتمثيل لا يعرفون فيه الجمهور. اذا لكي تجعل شخصا يخرج الى المسرح. اذا اذا تفاق لغولي ضو غفاغين. اذا عليك ان تديره او ان تجعل عليه الدقيق. هذا هو المقصود. اذا غولي كلكا يعني انك تدير شخصا انك تجعله يدور. ان تجعل هذا الشخص يدور. يعني في الدقيق. لماذا? لكي يتلقى الجمهور فلا يعرفه احد ويقوم بتمثيل اما مثلا. اذا غولي كلكا ضو غفاغين. ايضا هناك هذه العبارة التي سنرى هنا. ما اس فغي. ولكن هل هذا صحيح. اس لطبعة غلي سان دانجي. سن دانجي. ماذا ما اس فغي. ولكن هل هذا صحيح. اذا كان صحيح. نقول سه فغي. سه اي. سه اي. نقليب هاد. هاد سه مع اي. اذا ماذا هنا سؤال. سنبقى على هذا الإقلاب. ولكن هل هو صحيح؟ هل هو حقيقي؟ أس هل لطابق يعني التبغ أغولي؟ إذن هذا نسميه طابق أغولي. يعني أنها لم تأتي معبئة في سجائر ولكن عليك أن تشتريها هكذا ثم عليك أن تعبئها بنفسك. إذن هذا النوع من التبغ يسمى طابق أغولي. يعني يسمى طابق أغولي. يعني الطابق يعني عليك أن تديرها بنفسك وتجعلها في سجائر. هذا هو المقصودون. هل هذا التبغ الذي نعبئه بأنفسنا ونديره في سجائر؟ هل هو صاندونجي؟ هل هو بدون خطر؟ هل هو بدون خطر؟ بغفو بالنسبة لكم وبالنسبة لصحاتكم. هل هذا صحيح؟ هل هو حقيقة كما يشع بأنه بدون خطر؟ وأنه أحسن من السجائر المعبئة؟ طابق هذا الحال هنا أتيت بالجواب حتى لا يبقى السؤال كده؟ طابق هذا الحال ديز اكسبير آفيرتيس خبراء. ديز اكسبير يعني خبراء آفيرتيس يعني أنهم يحدرون كشاك تيب بأن كل نوع دو طابق دو طاباجيزم نسبة هاد طابق. يعني كل نوع من هاد التبغ إن صح التعبير كأننا نتكلم عن تبغيات شاك تيب دو طاباجيزم يعني كل نوع من التبغيات يعني أنه ينتج يعني أنه يخلق يخلق ماذا؟ أنه سبتك غراب دان لكور. أنه سبتك يعني حالة عفنة سبتك يعني حالة عفنة. نقول عن شيئين بأنه سبتك يعني أنه يخلق أمراض. أنه يخلق أمراض أو المقصود. فمثلا إذا قلنا فوس سبتك يعني فوس ديزانس يعني عندما نتكلم عن فوس سبتك وهذا يقع في بعض القرى أنها تحفر حفرة ثم يبنى عليها مرحاض يعني حاشكم. يعني هاد هاد الحفرة تسمى فوس سبتك فوس سبتك إذا هاد سبتك يعني كل ما هو فيه عفن وكل ما يخلق أمراض. إذا ماذا قال الخبراء هنا؟ قالوا ديز اكسبير ديز اكسبير افرتيس يعني أنهم حدروا كشاك تيب دو طباجيزم يعني كل نوع من هاد طباجيزم بروفوك يعني أنه ينتيج ماذا؟ يخلق ماذا؟ أنه سبتك غراب يعني خطير دان لكور يعني في الجسم. أنه يخلق حالة من التعفون يعني خطير دان لكور يعني في الجسم. يعني أنه يبدأ من الداخل يعني ثم يمتد ثم يمتد ثم يمتد بعد ذلك إلى خارج الجسم. هذا هو المقصود هنا. إذن الذي يومون هنا هو كلمات غلي. إذن ثم مرى من الداخل هو أم33 جسمًا يعني أن الحيسان جارق c'est le verbe courir يعني جارق إذن le cheval voilà ce sont deux personnes qui courent يعني شخصين يجريين deux personnes qui courent يعني أنهم يجريين ماذا نقول في المقابل نقول je cours أنا أجري الآن te cours أنت تجري il cours هو يجري nous courons نحن نجري vous courrez أنتم تجرون il cours إذن كما قلنا الآن deux personnes cours إذن سنستعمل السر لماذا؟ لأننا نتكلم عن الغائب ونتكلم عن الجمع إذن سنستعمل il إذن deux personnes cours يعني شخصين يجريين سنستعمل الساعة وأيضا إذا كان هناك أشخاص أكثر من اثنان كما قلنا في المسابق يعني الجمع هناك جمع ومفرد في الفرنسية ليس هناك متنة أما في الماضي فنقول je cours le cheval a cours إذن استعملنا ها دئيل a cours يعني هو جارق يعني أنه جارق في الماضي إذن ماذا نقول عني أنا كشخص je cours يعني جريت tiya cours أنت جريت il a cours هو جارق nous avons cours vous avez cours ils ont cours طبعا نحن في الماضي كما قلنا فيما سابق بأن الفعل تبقى participative دياله هو الذي تكرر أن participative الخاص بالفعل هو الذي يتكرر نفسه في الماضي بينما يجري تصريف الوحن لن يتكرر في الماضي نقول جي تيا الآن نزاو وزاو يلزاو يلزاو ولا نقول إلزاو لأن السان هي للأتر ولا يسات للأفوار إذن إلزاو إذن لشوفال آكوري يعني أن الحصان جارق إلزاو بوار هو دهب ليشرب إذن غني دون لوي دولو يعني يعني يعطيه إذن هنا الفرب دوني كين في الامبراتي في الأمر غني دون لوي يعطيه دولو يعني يعطيه الماء إذن مرة أخرى كما قلنا فيما سابق هذه تأتي في الكلمة يعني بدأ الشكل طبعا بدأ الترتيب إذن دون لوي دولو يعني يعطيه الماء لأنه عطشان صوت سور لمير يعني إقفز هنا الفرب صوت كين فلا بغتيف إذن صوت يعني إقفز يعني تدول شي واحد نقز نقز إذن ستقول لماذا صوت سور لمير يعني فوق الحائط إذن إقفز فوق الحائط هذا أمر كما نقول في الفرنسية إذن ولكن الذي رأينا الآن هو أمر صوت سور لمير إذن طالت حال في بخيز ما دا نقول سالفرب صوت كما نرى بأنه منتهي يعني أنه تنتمي لمجموعة الأولى إذن نقول ولكن في الأمر ماذا نقول هاد تي نأتي بها هنا إذن يسمى لامبيغاتيف كما نرى هنا يعني الأمر لامبيغاتيف إذن هاد تي نأتي بها هنا ونحذف أس كما نرى هنا يعني نأخذ تي طيب هذا كما نعرف في الأمر أنه يوجد فقط ثلاثة ضمائر في الأمر ليس كالبخيز مثلا هناك ست ضمائر على الأقل ولكن في أنك تأمر شخصا أمامك أنك تأمر نفسك ومعك أشخاص أنك تأمر عدة أشخاص أمامك لا يمكن أنك تأمر أشخاص غائبون لا يسمعونك أو أنك تأمر تأمر شخص غائب لا يسمعوك أو أنك تأمر نفسك لا يمكن هذا الذي يمكن طبعا هو أنك تأمر شخصا أو كيفما كان يعني مؤنت أو مذكر أنك تأمر شخصاً أمامك أو أنك تأمر نفسك ومعك أشخاص تقول علينا أن نقوم بهذا الأمر فلنقوم بهذا الأمر إذن أو أنك تأمر طب الحال أشخاص كتور أمامك إذن ماذا تقول سوف تقول صوت صوت صوتي طب الحال ناخده تحديداً في الدمائر المذكورة هنا إذن هو أنها تحدث من هذا أثر كما نرى هنا بالإشارة إذن نقول صوت صوت صوتي اقفز فلنقفز اقفزو عندنا هنا حالات اخرى في الامر. اذا تبقى الفيعل هكذا. فصيغاته الاولى انه يبقى لذا الشكل الصناري انك تذهب افتجاه معين. وكما نرى انه يتضمن ان. اذا انك تأمر شخصا ليدهب افتجاه المقل. اذا تقول له ماذا? اذهب اليه. اذهب اليه. اذهب اليه. عالي publications. اذهب اليه. اذهبوا في الاتجاه. مثلا الصوتر. فعل الصوتر طبيب التباية الهال هي ان الانسان يهدأ. يعني هدأ. هذا هو المقصود. ان الانسان يهدأ بنفسه ان يهدئ نفسه. اذا الفعل هو يعني فيه س. ايضا كمثال س سنالي. ان الانسان يذهب بنفسه. اذا الصوتر يقول الأستاذ مثلا تتوى تتوى يعني اهدأ اهدأ تتوى يعني اهدأ او تيزيفو اهداءه تيزيفو ممكن أن التلاميذ يقومون ببعض الدرجيج مثلا فيقول لأستاذ تيزيفو عندنا مثلا فعل ساسوار يعني أن الإنسان يجلس ساسوار أن الإنسان يجلس نفسه يعني لا نتكلم عن فعل أسوار ولكن نتكلم عن فعل ساسوار إذن كما نرى هنا أسيتوى 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 تكتب بذل الشكل أسيي كأننا سننتقى هدي أسيد أسيتوى أسيتوى أما في الجامع فنقول أسيفو أسيفو أسيتوى يعني اجلس أسيفو يعني اجلسو أسيفو إذن سنرى بعد الأمثلة أخرى فيها أمر مثلا فبخيزون أقول تيتو لاذ يعني أنت تنهض أنت تنهض إذن إذا أردت أن تأمر شخصا لينهض ماذا تقول له لا بتوقع إذن تيتو لاذ أنت تنهض أنت تقوم من مكانك تيتو لاذ أو أنك تقوم من فراشك يعني أنك تستيقظ إذن المقصود نفسه هنا إذن الفعل يأتي في الحالتين بالمعنيين إذن تيتو لاذ أنت تنهض أو لاذ توقع يعني انهض نلوفو يعني نحن نقوم نحن ننهض لوفو لن فلنقوم فلننهض لوفو نو أيضاً أنتم تقومون أنتم تنهضون أنتم تقومون أنتم تنهضون لوفيفو يعني إنهضوا قوموا أما في النفي ممكن أنك تعطي أمراً بالنفي مثلاً نوتولاذبق أيضاً ممكن أنك تقول لشخص ليفتو يعني إنهض قم من مكانك أو قم من فراشك ولكن ممكن أنك تأمره بالعكس نتلاف بق لا تنهض لا تقوم إذن نتلاف بق إذن البرب سلووي مع لفنو يعني فلننهض فلنقوم إذن في النفي ماذا نقول ننو لفن بق ننو لفن بق يعني نحن علينا أن لا نقوم علينا أن نبقى جلوساً مثلاً أو أن نبقى نيامن لوفيفو يعني قوموا إنهضوا لوفيفو أيضاً ممكن أنها تأتي بالنفي نوفو لوفيبا نوفو لوفيبا يعني عليكم ألا تقوموا إذن ماذا قال له عندما قال له الصوت سور لامير قال له لوفا ماذا قال له ألا تقوموا إذن لفنة لفنة لا تقوموا نوفو لفنة لا تقوموا يعني كبير الحائط جد علي يعني علي أنا يعني أنه جد علي 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 ماما أخذت يعني الأم أخذت في الماضي يعني أخذت موسن إذن ماما أخذت أخذت طب هل نستعمل نفعل نقول في الماضي يعني أخذت تي بري أنت أخذت أو أنت أخذتي إل أبري يعني وأخذت نوزن بري طبعا تحال نفس الشكل أننا نأخذ البرتسيباس الخاص بفعل بخوند نضعو نفسه يتكرر ثم أننا نأتي بنفس فعل أفوار الذي رأينا فيما سبق تلبرزن ونضعو أمامه نقول جا تي بري أنت أخذت ثم تبقى تتكرر بخير بطبيعة الحال هو الپارتيسيباسي الخاص بفعل بخندر إذن ماما أبري انقطو ماما كوب لوغاتو يعني الام تقطيع الحلوى ماما كوب لوغاتو ماما كوب لوغاتو غني أبري يعني غني أنه أخذا أيضا انغرو مارتو غني أبري انغرو مارتو يعني أنه أخذا متراقة كبيرة إذن روي أبري أنغرو مارتو يعني أنه أخذا متراقة كبيرة غني أطاب يعني روي أطابق روي أطابق شفrefبر روي أطابق arriba على روي أطابق على티 cetteهائم على كل وغلم إذن روي أطابق على المرسلة ماما أمي هم أشبه يعني الام عزمي لغ جمي ، هذا يمي ، لأمي ، هذا يمي ، لأمي ، بering ، ذات أمي ، ش meta بمي. إلزو مي. نفس الشكل. في الباسي كومبوزي أنه لفرب أفوار. طب هذا الحال هناك أفعال أخرى. وقد شرحنا هذا فيما سابق. أنها تصرف في الباسي كومبوزي مع لكسيليار أتخ. ولكن الذي عندنا هنا. مادم الفاعل هو الذي قام بفعلي على شيء آخر. هنا نستعمل طب هذا الحال الفعل مع أفوار. وقد قلنا هذا وشرحناه. إذا نستعمل البرتسيباس الخاص بالفعل. هنا تستعمل البرتسيباس الخاص بالفعل. أذن هو مي. كما نرى هنا مي 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 إلى آخر الصرف. ثم أننا نصرف طب هذا الحال. توضيق طب هذا الحال. الجامي. تيامي. الامي. نوضابو مي. غزابي مي. إلزو مي. إلزو مي. إلزو مي. إلزو مي. إلزو مي. إذن ماما أمي. أنه بوشابو. يعني الأم وضعت قوباية جاميلة. مامو امي ام بو شابو اي ام مانتو غري اي ام مانتو غري ياني انا واداعت مر تافن رمادي ياني ان دينا اونا او 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 بو P-A-U تونتاك بو سو S-A-U تونتاك سو لين دينا او تو سيارا او تو او او فوت كما شرحنا فيما سابق فوت يعني خطأ ان فوت يعني خطأ لشابو مثلا لشابو كامي لامامو لشابو يعني قبعة الى هنا تنتهي الحلقة حياكم الله و الى لقاء قريب ان شاء الله اشتراك في القناة